ننتقل إلى صحيفة سوداني أستاذ حيدر نقرأ منها الجعل يقود قائمة الوطني وقيلوب المعارضة في انتخابات نيابة المحامين كشفت اللجنة الإعلامية للتحالف الديمقراطي للمحامين عن اتفاق مكونات التحالف على ترشيه علي قلوب المحامي لمنصب النقيب عقب اجتماع انتهى ليلة أمس وأكدت اللجنة في تعميم صحفي عن اكتمال قائمة المجلس العشرين لنقابة المحامين وأنه سيتم إعلانها اليوم الثاني ظهرا بدار حزب الأمة القومي وتوافقت قائمة المحاميين الوطنيين التي يقودها المؤتمر الوطني على تسمية المرشح هاشم أبو بكر الجعلي لمنصب النقيب بعد اجتماعات مكثفة بين المحاميين المنضمين لحزب المؤتمر الوطني وآخرين ممثلين لتنظيمات واتجاهات إسلامية أخرى أستاذ حيدر المعارضة أعلنت رسميا مشاركتها في انتخابات المحامين هذه انتخابات هام مقاطعنا لا يبشر ذلك لتخليها على المقاطعة وربما لمشاركات في انتخابات نقابية أخرى نعم نعم أنا لا أعتقد أن المعارضة هي التي أعلنت خوض انتخابات المحامين أنا لا أرى أي رابط بين المعارضة كأحزاب سياسية وتنظيمات وبين التكوين الخاص بالمحامين الديمغراطيين لأن التحالف الديمغراطي الظل ليست هذه هي المرة الأولى ولا الثانية التي يخط فيها تحالف المحامين الانتخابات نقابة المحامين على مدى 27 عاما ظل التحالف الديمغراطي يخط انتخابات النقابة المحامين فليس هناك علاقة مباشرة للأحزاب بهذه الانتخابات على مدى 27 عاما التحالف الديمغراطي يخط الانتخابات منذ حياة المرحوم غازي سليمان المحامي ظل التحالف الديمغراطي يخط الانتخابات فلا أرى أن هناك جديدا يعني يدفع أو يدخل المعارضة كأحزاب في هذا هي نعم تدعم وتقف من وراء مرشحيها في انتخابات نقابة المحامين لكن لا أرى أنها هي التي دفعت المحامين لهذا الترشع هذه ممارسة قديمة درجة عليها المحامين لطبيعة قطاع المحامين نفسه الذي يتمتع بالحيوية والحراك وهي الشريحة المعنية بمواضيع العدالة والحريات حقوق الإنسان وهكذا لذلك ظلت تخوط هذه الانتخابات باستمرار صحيح أن هناك بعض المتغيرات داخل الحدثة والمغاضبات أيضا حدثت ووقعت داخل حزب المؤتمر الوطني هذا صحيح وربما يكون ذلك عامل مشجعا للأحزاب لأن تفكر بجدية في قوضة الانتخابات ليس على مستوى نقابة المحامين بل على مستوى الانتخابات العامة ولكن بالتركيز على هذه الانتخابات المزمع قيامها في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري هل يمكن أن نعتبر هذه الانتخابات مثابة تمرين لانتخابات عشرين عشرين انتخابات الأكبر أنا كما ذكرت لك أنا لا أرى أي رابط حقيقة لا أرى أي رابط يعني التحالف الديمغراطي ظل يقود هذه الانتخابات على مدى سبعة وعشرين عاما بينما كانت أحزاب المعارضة عموما ممثلة في أحزابها كانت تقاطع أو على أحسن الفروط تشارك حتى مرحلة ما ثم تعلن انسحابها أما التحالف الديمغراطي يعني هو مقوم من محامين ينتمون لأحزاب معارضة ينتمون لمنظمات مجتمع مدني حتى هناك شخصيات قومية من المحامين تؤلف هذه القائمة التي تسمى التحالف الديمغراطي فلا أرى هناك رابطة يعني بين الاثنين لكن كما قلت ربما تكون خطوة مشجعة للمتغيرات والمغاضبات التي حدثت مؤخرا داخل صفوف حزب المؤتمر الوطني الجديد في الموضوع هو يعني صار موضوع مشاركة المعارضة في الانتخابات هو الآن يعني يتم تداوله بكثافة ويتم النقاش حوله بجدية يعني منذ الخطاب عقار المعروف الذي دعا فيه أحزاب المعارضة لخوض الانتخابات ومن قبل الدعوة عقار هذه وخطابه أذكر أن حق أيضا تقدمت برؤية ووزعتها على أحزاب المعارضة قبل خطاب بالزمن ولكن لم تجد أي استجابة ولم يكن هناك أي تفاعل مع هذه الدعوة لكن على كل حال حتى هذا الاتجاه الذي بدأ يتبلور رغم أن أحزاب المعارضة لم تبدي برأي واضح حتى الآن حتى الآن يعني الحزب الشيوعي أعلن مقاطعة مبدئية حزب المؤتمر السوداني أعلن أنه سيدرس سيدرس أمر المشاركة حزب الأمة لم يقطع برأي واضح حتى الآن فما هي حزاب المعارضة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات لكن على كل حال الدعوة حتى الدعوة التي أثيرت في موضوع مشاركة المعارضة في الانتخابات العامة المقبلة كانت بهدف يعني محاولة خلقلة النظام وإضعافه وليس الفوز وليس الفوز بها يعني اكتشفوا أنه بعد 28 سنة من المعارضة عبر الشعارات الشعارات وحدها لا تفعل شيء ولم يكن هناك أي جديد في موضوع المعارضة يعني يا لم تسقط النظام طوال 28 وكل الشعارات والآليات السابقة أثبتت فسلها تماما فقيل فلنجرب محاولة أخرى وآلية أخرى فليكن عدم البعد عن المشاركة في الانتخابات بل التواجد في قلب المعركة في قلب المعركة منذ مرحلة كشوفات الناخبين ومراجعتها وقانون الانتخابات نفسه وموضوع مراقبة الانتخابات إلى آخر إلى آخر هذه العمليات المعروف أنها تتم في الانتخابات حتى مرحلة الترشيع والفرض هي المرحلة الأخيرة جيد لكن أستاذ حيدر ما بين حزب أعلن المقاطعة المبدئية وما بين آخر أعلن أنه سيدرس الأمر وما بين الثالث لم يرد حتى الآن الآن تختلف أشكال الحزاب المعارضة السودانية في تعاطيها مع مسألة المشاركة في منتخابات 2020 حتى الآن هي تتأرجح بين الثلاثة حبال ولكن هناك رأي يذهب إلى أن ما أسميته بالمغاضبة الموجودة داخل المؤتمر الوطني الآن وما شهدناه قبل فترة من خلافات داخل أروقة المؤتمر الوطني في بعض من الولايات ولا تجزر مثلا قد يكون حافز وفاتح لشهية أحزاب المعارضة أن تدخل في انتخابات 2020 لأن المنافسة قد تكون شارسة ربما ما رأيك أخي راجد هل هناك مغاضبة أدبر وأقوى من المفاصلة التي وقعت وقسمت الحزب إلى شعبي ووطني لا أعتقد أن هناك مغاضبة ومفاصلة أكبر من هذه رغم ذلك لم يكن لها أي أثر يذكر فظل الحزب المؤتمر الوطني يفوذ بالانتخابات إذا كان هناك رأي في هذه الانتخابات هذا موضوع آخر لكن إذا طلبت مني التعليق على موضوع المغاضبات التي حدثت وقعت هنا هناك وخاصة في أولايك لأنها تكون حافز للحزاب لا أعتقد هل الحافز أكبر حينما وقعت المفاصلة أم هذه المغاضبات التي وقعت مؤخرا لا أعتقد لا أعتقد لا أظن أن سيكون تفكير المعارضة في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه أنا أظن وأعتقد أن المعارضة حتى لو قبلت موضوع قوض الانتخابات يكون لهذه الأسباب المعلنة هي أسباب معلنة وواضحة ليس للفوض بها وإنما لتكون لصيقة في قلب المعركة كما قلت لك بدءا من قانون الانتخابات نفسه وعمليات المراقبة والكشوفات كشوفات الناخبين وعدم التزوير إلى آخر إلى آخر هذه البروستس هذه العمليات التي تتم في أي انتخابات بهذا المعنى ربما لكن حتى الآن حتى الآن كما قلت لك لم تخرج رؤية واحدة موحدة من مجموع أحزاب المعارضة هل تعتقد أن هذه هي مشكلة معارضتنا في السودان عدم الاتفاق على رؤية واضحة نعم دائما التغريد يكون خارج السرب ولا يكون مسجما مع تطلعات المواطن نعم نعم هذا صحيح وهذه واحدة من علل المعارضة السودانية موسيقى